الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد نتحدث عن موضوع مهم جدا يتعلق بخير كثير للإنسان في دينه ودنياه وآخرته هذا الموضوع يتعلق بفعل خير ألا وهو سقي الماء وما يتعلق بهذا الموضوع المهم أولا إن الله سبحانه وتعالى ذكر الماء مع بدايات الخلق فقال وكان عرشه على الماء وامتن على عباده بإنزال الماء من السحاب فقال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون وجعل الجنة بفضلها أنها تتفرع منها أنهار مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير ضعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وجعل من يسقي الماء له الجنة يقول صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة وله الجنة ومن سقى عرشانا سقاه الله من الرحيق المختوم كما قال صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث أن مرأة بغيا سقت كلبا فغفر الله لها لأن رجلا كان يمشي في الصحراء يلهث عطشا فأجد كلبا عطشانا فسقاه فغفر الله له وهو من الصلقات الجارية التي تبقى للإنسان بعد موته من السبعة أشياء التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها يجري ثوابها وأجرها للإنسان بعد موته من علم علما أو ورث مصحفا أو كرى نهرا وغير ذلك من الأمور وكان هناك رجل مريض خرجت له بثرة يخرج منها الدم فذهب لأحد العلماء فقال إن الدم لا يريد أن يتوقف قال ذهب إلى مكان كذا فاحفر فيه بئرا فلعل الله عندما ينبع الماء يتوقف نبع الدم من يدك وسيدنا موسى عليه السلام عندما سقى لبنتي شعيب وذهب إلى الشجرة ورفع يديه رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير أو مباشرة استجاب الله له فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فجاءه الأجر فجاءته الزوجة وجاءه عقد عمل لمدة عشر سنوات وجاءه شيء لم يعده أحد قبل ذلك ألا وهو كلام الله تعالى له فيا أيها الإخوة قاوموا العطش فإن ري الأكباد له فضل عظيم عند الله حتى ولو كان لكلب أيها الإخوة اذهبوا إلى عمال النظافة اذهبوا إلى أفريقيا احفروا آبار انشروا هذا الفعل الطيب المبارك لعل الله أن ينزل علينا رحماته وفضله وأن يسقينا جميعا ويذيقنا ضعم رحمته ويحقق لنا ما نرجو منه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر